السلام عليكم تعالوا مع بعض هنعمل شوية غدا كده حاجة معطبرة وترم العظم كده في السقعة اللي احنا فيها معايا صنية رز معمر وطاجن بطاطس في الفورن حاجة تاكلوا صابعكم وراها تعالوا نشوف طريقتنا اهم حاجة لو عجبكم الفيديو متنسوش لايك وشير واشتراكوا لقناة تعالوا نسمي الله وندخل على اول حاجة في وصبتنا وهي هنعمل طريقة رز معمر معايا اربع كوبهات من الرز مخسولين هبتدي افردهم في الصنية عايز اقولكوا على حاجة الروز معمر بيبقى طعمه كمان احلى في الطواجن او في صنية الامونيوم وهنزل بمعلقة كبيرة من الملح ومعايا اشتت وشت اللبن زي بقى الكمياء المتاحة عندك ومعايا معلقة كبيرة من الزبدة او السمنة البلدي طبعا بتدينا الطعم طحفة ومعايا شوية من الزيت ليه بقى الزيت علشان الزيت بيخليلي رز مفلفل وليلع معا كده حلو هقلب بقى كل الحاجات دي كده مع بعضها وتقدري الخلطة كلها اللي هضفيها باللبن بتاعت الرز المعمر تقدري تضربيها في الخلط وتنزل بيها على الرزة على طول بس انا بحب اغلف كل الرز بالمواد الدهنية بتاعتنا معايا خمس كبات ونص من اللبن كل الكبات بتاعتنا بمقدار الموج الشاي العادي المتاح في اي بيه ومعايا كباية من الزبدة علبة من الزبدة كده هقلبها كواس جدا في اللبن يفضل طبعا انت تضربيها كويس بمضرب سلك او بهند بلندر عشان تتقلب كويس جدا وهنزل بيها على اللبن كده وهسيبه كده يتنقع شوية حوالي نص ساعة لغاية محضر الطاجن البطاطس بتاعنا معايا بطاطس كده الطعناها وغسلناها وعليها بصلايا مبشورة وملح وفلفل اسود وسبع بهارات وكمون ومعلقة صغيرة من البابريكا بابريكا دي بتديني اللون حلو جدا هبتدي بقى ادحكهم كده كويس جدا في بعض ويفضل كده لو تسيبون في الخلطة اللذيذة دي كده ربع ساعة وهنزل بمعلقة من الزبدة او السمنة البلدي وشوية من الزيت برضو وادعاكم كويس جدا بصوا الخلطة دي خطيرة هتخليلك طاجن البطاطس هو قام من غير اللحمة بس مش قادر اقول لكم على طعمته عاملة ازاي اكون بقى جهست بسبك الطماطم بتاعتنا هو عصير طماطم وعليه معلقة صغيرة من الطوم المفروب وهسيبهم يتسبكوا كده شوي على النار وبعد كده اصبهم على الطواجن بدأنا بقى نفرد البطاطس بتاعتنا كده بالخلطة اللذيذة بتاعتنا في كل طاجن عايزة تعمليها في طاجن كبير برام كبير او الصينية بروحتك المتاح عنك خلصت طماطم بتاعتنا تسبكت هنزل بها كده على طواجن البطاطس بتاعتنا اهو بسوا مش قادر اقول لكم جد طاجن طاجن بطاطس ده خطير من حلوته انت ممكن تطلعي من الفرن وتكليه وانت واقفة هنجيب بقى الرز بتاعنا اهو هبتدي بس قلب واتديله تقليبة كده علشان اتأكد ان لان الرز طبعا بينزل تحت شوية عشان الرز ما يتحرقش ماني لما دخل الفرن وفي الوقت ده بكون مسخانة الفرن اول حاجة بفتح الشوية وقرب الشبكة من الشوية جدا اول حاجة الرز بتاعنا هياخد لون الاول تحت الشوية ياخد اللون الحلو وبعد كده انزل بالشبكة على اقرب حاجة للصاجة من تحت وحط عليها رز المعمر واهد النار على نار المتوسطة كده او اهدى شوية من المتوسطة وغطيه واسيبه حوالي من نص ساعة لاربعين دقيقة يعني بعد نص ساعة كده شوفيه اختبريه الرز استوى ولا لأ وهتاكل احلى رز معمر وطبعا تواجن البطاطس جنبها هسيبها تستوي بقى تكمل سوايا وتاخد اللون تحت الشوية بصوا مش قادر اقولكو على طعم تعمل ازاي شايفين الرز المعمر بتاعنا الوش بتاعو تعالوا نشوف مفلفل ازاي بجد طحفة ولا راحتو تجنن بيلمع ومفلفل وطعمه طحفة بجد اكلة حلوة جدا ولازم تاكله كده وهو سخنة علشان ايه اديك احساس في الدفع بجد الشتا محتاج الاكلة دي حلوة قوي وفي نفس الوقت على قد اليد ولا لحمة ولا فراغ خرجنا بقى تواجن البطاطس شايفين اللون الاحمر بتاعه لون ناري كده لون تحفة تعالوا نشوف بقى البطاطساية معانا دايبة زي ومستوية وطبعا يفضل طبعا انتي تغطيها بورق فويل خلاص بطاطس بتاعتنا تحفة والله مش قادر اقولكم من حلوتها تكليها وانتي وقفة بسو تحفة اهو جربوا الاكلة دي خطيرة جدا وحلوة وزي ما قلنا على قد اليد اتمنى الفيديو يعجبكم ما تكونش طويل عليكم وعايز اقولكم اه كمان الصوص اللي في الطاجن بتاعنا ده تحفة وخير الختام السلام عليكم